السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعزائي طلاب وطالبات الصبف الاول الادادي. النهاردة ان شاء الله نتكلم عن فصل جديد من فصول القصة المقررة علينا في هذا العام. وفاتح افريقيا سيدنا عبا بن نافع. عينوان الفصل الحدي عشر بيتكلم عن بناء القيروان. والقيروان في اللغة العربية بمعنى معسكر الجيش. في بداية الامر ان سيدنا عبا بن نافع تفكر في بناء مدينة تضم الجيش وامتعته. فليس هناك للجيش مقر امن يقيم فيه ويتضرب فيه ويعالج فيه الجرحة. ففكر في اختيار مكان يضم الجيش وامتعته واسلحته. فاختر مكان يسمى قمونية. مكان يسمى قمونية وده كانت غابة كاسيفة الاشجار تتمتع بطيب هوائها وجودة تربتها. طيب واحد من الناس هيقول طب اكيد فيها سكان من البربر. ولكن الغريب والعجيب والمديج انه لم يسكنها احد من البربر من قبل. نتساءل سويا لماذا لم يسكنها عدد من البربر او احد من البربر من قبل. نظرا لانها كانت غابة مليئة بالاسود والافاعي والوحوش المفترسة. فلذلك لم يقترب منها البربر ولم يسكنوا فيها. فمنقول ان اختارها عقبة بن نافع لتكون معسكرا للجيش. واعلن اطلاق مدينة اسمها مدينة القيروان لان القيروان هو معسكر الجيش. بدأ المسلمون اول ما بدأوا في بناء المدينة. فمنقول ان اقاموا فيها مسجد واستمر بناءها من سنة خمسين هجريا للسنة خمسة وخمسين هجريا. يعني استمر بناءها حوالي خمس سنوات. وقام المسلمون بتمهيد الارض. وقال لهم سيدنا عقبة بن نافع. هذا قيروانكم. يعني هذا معسكركم. واقاموا المسلمون بها. ويقال ان هذه المدينة ظلت اربعين عاما لم يدخلها اي حشرة او اي افعى او اي ايه حيوانات من الحيوانات المفترسة. واستمرت عملية البناء قلنا من سنة خمسين لسنة خمسة وخمسين هجريا. لو استمرت معنا في هذا المرحلة الفيديو نتمنى ان انت تشرفنا بالمشاركة وعمل لايك للفيديو ليصل هذا الفيديو الى بقية زملائك وتعم الفائدة وتنتشر بين الطلاب. وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.